أهلا بك أستاذ سامير أستاذ سامير إذن نتحدث الآن هذا هو تطور طبيعي روسيا ما زالت مستمرة في الحرب الآن الناتو يجتمع بتسعين ألف جندي يتضرب على نشر هذه الجنود كمشاهة وليس فقط سيطرة لجستية أو سيطرة بالجو أو من خلال البحر سيطرة عسكرية كاملة على كامل شرق أوروبا بتسعين ألف جندي يتضرب عليها منذ ستة أشهر هل روسيا مستعدة إلى أن تدخل في مثل هذه الحرب التي من الممكن أن تبتلع الدب الروسي كما يشير بعض المحللين السياسين أوروبين يعني يبدو أن كل التوقعات التي كانت تظهرها روسيا وتقول أن الناتو يتمدد باتجاه حدودها ويشكل خطر على أمنها القومي أصبح الآن هذا واقعا على الأرض الناتو مع الولايات المتحدة الأمريكية يعلمون أن أي سرار مع روسيا بالأسلحة التقليدية لا يمكن أن يؤدي إلى عزيمة روسيا نعم يمكن أن يؤدي إلى تأثير يمكن أن يؤدي إلى دمار لكن روسيا عمليا أي اعتداء عليها أو أي تهديد لأمنها القومي إن كان من قبل دول أوروبا الشرفية حيث تمدد الآن الناتو أو حتى من قبل الأراضي الأوكرانية عن طريق الناتو وليس من أوكرانيا هذا يمكن أن يؤدي إلى تفعيل روسيا للعطيدة النووية يعني يمكن أن تستخدم أسلحة نووية حقيقية وكثيرة وشديدة تدمير ويمكن أن تستخدم أسلحة نووية تكتيكية يعني الآن الغرب الذي يحشد 90 ألف جندي وعدد كبير من الآليات والمعدات الحربية لا يمكن أن تشكل خطر حقيقيا على روسيا لكن هذا يؤدي إلى زيادة في التصعيد و90 ألف جندي لا يكفي لدخول روسيا أو لضرب روسيا بطريقة يؤدي إلى تحجيمها وإلى هزيمتها هذه يمكن فقط إشارة من حلف الناتو على أنه مستعد ومستمر في التقدم ومستعد للتصادم مع روسيا لكن دول الناتو القريبة من الحدود الروسية والدول الأوروثية هل هي قادرة على تحمل ضربة روسية إن كانت بأسلحة تقليدية فقيلة أو بأسلحة تكتيكية نووية أو بالسلاح النووي يعني عندما نحن نتحدث عن شراع بين روسيا وحل الناتو نحن نتحدث عن طرفين يمتلكان أكبر ترسانة نووية وأحدث أنواع الأسلحة التي يمكن أن تؤدي إلى فناء العالم يعني مسألة أن يقوم الناتو باستفزاز روسيا عن طريق أوكرانيا بتزويدها بأسلحة بعيدة المدى أو بأسلحة دمار شامل أو بأسلحة شكس الخطر على أمنها القومي أو استفزازاته عن طريق الحدود قريبة من روسيا بتبدير هذه المسألة هدفها الضغط المعنوي والنفسي أكثر مما هو ضغط عسكري أو إرغام روسيا على التغيير في موقفها الناتو يعني هم ليسوا من الأغبياء قادة الناتو ولا حتى يعني بعض قادة أوروبا هم يعلمون أن أي صراع مع روسيا هذا سوف يؤدي إلى تدمير أوروبا من جديد كما دمرت في الحرب العالمية الثانية وأكثر من ذلك يعني في الحرب العالمية الثانية كان استخدام محدود الأسلحة النووية لكن في اليابان اليوم إذا ما استخدمت هذه الأسلحة داخل أوروبا أين سوف يعني ماذا سوف يكون مصير الشعوب الأوروبية والدول الأوروبية بشكل عام وأذكر بتصريح الرئيس بلاديمير بوتين الذي قال يعني أن هذه الدول التي تتحدى روسيا والتي تستفز روسيا حيث توجد تثافة سكانية كبيرة من الشعب الأوروب هذه كانت رسالة من روسيا على أن التصعيد لا يخدم لا روسيا ولا الدول الأوروبية التصعيد يؤدي إلى حرب هذه الحرب هي مدمرة للجميع الأفضل أن يجلس الجميع إلى طاولة المفاوضات والأخذ بعين الأطبار هواجز كل طرف يعني لماذا الناتو يريد ولكن الأستاذ عبد الرحمن الشامي دكتور سمير الأستاذ عبد الرحمن الشامي يسألك سؤال محوريا ومهم إذا ما أرادت روسيا الجلوس إلى طاولة المفاوضات لماذا تهجم على خير كيف وتستمر في الهجمات الآن يعني أولا نظام كيف بدستوره هناك مادة تحضر على أوكرانيا التفاوض مع روسيا ثانيا نظام كيف أحدى لنفسه أن يكون آداتا لضرب روسيا روسيا فاوضت أوكرانيا وفاوضت كيف قبل العملية العسكرية وخلال العملية العسكرية ولكن هذه نقطة مهمة دكتور سمير الدستور الأوكراني فيه نقطة تحضر التفاوض مع الروس نعم يعني الرئيس زيلانسكي أصدر قرارا وشرعه في الدستور الأوكراني بأنه يحضر على أوكرانيا التفاوض مع روسيا يعني هذه المسألة تعارض تماما ما يطرحه ضيفك على أن روسيا لا تريد تفاوض أوكرانيا روسيا في أي وقت مضى وأنا قلت أنه في الأوقات الماضية كانت هناك اتفاقيات مع نظام كيف من أجل حفظ أمن واستقلال وسيادة أوكرانيا مقابل أن تبقى هذه الدولة محايدة وأن لا تشكل خطرا على روسيا وأن لا تقوم بعمليات استذاز وعمليات افتهاد لكل الأطراف في أوكرانيا الذين يؤيدون روسيا لكن هذه المسألة لن تحصل أبدا اتفاقيات مينس الأولى والثانية كانت فقط مذيعة للوقت ورأينا كيف كان تشهيز الجيش الأوكراني الاستهاد والإرهاب والتنكيل بسكان شرق أوكرانيا أيضا بقي بصورة كبيرة لذلك هذا أرغم روسيا على القيام بهذه العملية العسكرية روسيا منذ البداية كان من الأفضل لها أن تكون أوكرانيا ومن الأفضل لأوكرانيا أيضا أن تكون روسيا يعني أن يكون أصدقاء وأن لا تصل الأمور إلى هذا الحد لكن التطرف والانقلال الذي حصل في كييف والذي أخذ يعني على عاطقه مهمة محاربة روسيا مدعوما من الحلف الأطلسي أدى إلى هذا التصعيد ويؤدي إلى نزيف الدم لذلك يعني لا يمكن لأي دولة في العالم أن ترضى بأن تكون دولة جارة لها مركزا لضربها مركزا لتهديدها ومركزا لدول أو لحلف الناتو الذي يرغب في تدمير روسيا أذكر الضيف وأذكر المشاهدين بأن حلف الناتو قال أنه يريد هزيمة روسيا استراتيجيا الآن يتخذ من أوكرانيا ساحة وغدا يمكن يتخذ من أي جمهورية أخرى أو أي دولة أخرى محادية لروسيا المشكلة ليست بروسيا المشكلة بحلف الناتو هل هو يعني يريد وقف هذا التصعيد هل هو يريد الحلول بالطرق السلمية أنا لا أرى ذلك عندما يزود أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى ورأينا تصريحات القادة الروسية يعني لا يمكن أن يرضو بأن تكون هناك أسلحة دمار شامل برد أوكرانيا تهدد المدن الروسية أو تهدد البناء التحتية الروسية هذه العواقب وخيمة وهذه العواقب لن تكون فقط على أوكرانيا وإنما أيضا على الدول التي تزود هذا النظام بهذه الأسلحة إذن هذه الأسلحات نعم